اشتركوا في القناة وتسمى بالمغرب القوزة وبالعراق تسمى قوزبوا وجوست الطيب هي ثمرة تنتجها شجرة دائمة الخضرة بتعيش في المناطق الاستوائية وخاصة في اندونيسيا وسيلان وما حولهما وانتاج الثمر يبدأ بعد سبع سنوات على الاقل من زراعة الاشجار وجوست الطيب لها فوائد كثيرة وفيها فيتامينات ومعادن ومركبات عضوية وزيود ومن فوائدها المعروفة خفض ضغط الدم ازالة السموم من الجسم ومحارب اللوكيميا وتعزيز الجهاز الهضمي وصحة المخ والحفاظ على صحة الفم لانها بتؤتل الجراسيم والبكتيريا اللي بتسبب رائحة الفم الكريهة وبتحارب الارق والصلع وينتج منها العطور وتضاف كعطر للصابون والشامبو والكريمات وتستعمل كتوابل بالطبخ وتضاف الى القهوة لإعطاء نكهة خاصة وتضاف الى الخبز والصلصات وتتبيل اللحوم وتستعمل لطرد الرياح من المعيدة وتدخل في علاج المشاكل النفسية لانها تحتوي على نسبة عالية من الماغنيزيوم وبتخفف حدة التوتر وبترخي الأعصاب وبتساعد على النوم وبتحمي أنسجة الدماغ من الإرهاق بس كل ذلك يجب أن يكون تحت إشراف ومراقبة طبية بتعالج أيضا كثير من الأمراض مثل الكوليرا والجفاف وخاصة بعد الإسهال وبتدخل في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وبتقلل من ظهور حب الشباب والبثور السوداء والبيضاء وبتجدد خلايا البشرة وبتفتحها وبتزيل البقعة الداكنة وبتقلل من علامات تقدم العمر والشيخوخة وزيت جوست الطيب بعالج الصلع وبقوّل بصيلات وبعالج الشعر الجاف وبقلل من تساقط الشعر ويكسبه اللمعان ويحارب القشرة وفي وصفات كتيرة ممكن نذكرها بالإجابة على الأسئلة أسفل الفيديو هلأ ذكرنا فوائد جوست الطيب العديدة بس حابين نركز شوي أو كتير حتى على أضرارها وخاصة هاي النبتة لأنها أضرارها على جسم الإنسان كبيرة إذا استعملت بطريقة غير منتظمة وبإسراف فإنها تؤدي إلى ضيق في التنفس لعدم انتظام وصول الهواء إلى الرئتين وتعتبر أيضا من المسكرات وتصيب الإنسان بالهلوسة والتوهم والتخيل ورؤية أمور غير حقيقية لأنها مسكرة أي غياب عن الوعي ومن هنا جاءت بعض الفتاوى في تحريمها إلى جانب ذلك فإن الإسراف في استعمالها تؤدي إلى تسارع وازدياد غير منتظم لنبضات القلب وشعور الإنسان بالغثيان والتقيؤ وقد يصاب الإنسان أيضا بالتسمم العرضي وحرقة في المعدة وتليف في الكبد وتشنج العضلات وتأثير وهو نفس تأثير المخدرات والزيادة بتناولها يؤدي إلى هبوط في الجهاز العصبي المركزي وتؤدي إلى الوفاء والفيديو القادم إن شاء الله رح نحكي فيه عن الحكم في تحريمها واختلاف آراء العلماء بين التحريم وجواز الاستعمال شكرا لكل حبيبنا من مشتركين وزوار على متابعتنا وتفاعلكم معنا وحبيبنا اللي عم يتابعونا وعجبتهم القناة نرحل فيكم باشتراككم ضغط على زر الاشتراك تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ونعيدكم كما عودناكم دائما بالمفيد والجديد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته